بسم الله الرحيم سنة عظيمة ومهجورة لا أعلمها أكثر الناس لها فضل عظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ناظر إلى وجهه في المرآة قال الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي هذا الحديث سند فيه بعض الضعف لكن له طرق كثيرة تقوي ويقوي الحديث الصحيح هنا حديث مقايد بالنظر في الملآة يقويه الحديث الصحيح هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في الشعب من حديث السيدة عيشة رضي الله عنه وسيده عيشة من أعلم الصحابة أو من أعلم النساء بحال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فكيف يراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته إلا زوجاته وشيء وشيء أسكر يعني كيف ينظر الإنسان في الملآة قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام شديد الجمال كان كما قال أبو هريرة أو أحد الصحابة كان كالقمر ليلة البدر فكيف يرى الرسول صلى الله عليه وسلم واجهه المنير المضيء الجميل ولا يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي يبقى الشيء يذكر يذكر مش ممكن رسول صلى الله عليه وسلم هنظر في الملآة والأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة حسن الخلق والجمال ويطلب من الله سبحانه وتعالى تحسين الأخلاق لأن الأخلاق أفضل منه وأهم كثيرا جدا من جمال الخلق فالحديث بتاع اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي ده صحيح ما فيش في كلام قوي هذا الحديث قصة أن هذا الحديث له طلق كثيرة تقوي بعضها بعض طيب ليه لا أقول حضركم هذه السنة لأن لها منقب عظيمة كثير أولا سنة مهجورة سنة مهجورة لا يعلمها أكثر الناس ومن أحيى سنة أماتها الناس أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب ويضعف له الثباب وأضعفا كثير وقال عليه الصلاة الصلاة في الحديث صحيح المتبسك بسنته عند فساد أماته له أجر شهيد فإذن إحياء السنن له ثاب عظيم ثانيا أو ثالثا قال عليه الصلاة 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 في الحديث الصحيح أكثر ما يوزن في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق أنت ستدعو بهذا الدعاء كثيرا كلما نظرت في المرأة ستدعو إذن أنت ستكرر هذا الدعاء على الأقل مرة كل يوم أو ربما أكثر قال علماء السلف إذا رأيت المسلم يكثر إذا رأيت المسلم يكثر من طالب شيء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الله هذا الشيء لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميلة ابن القيم أكثر من قول اللهم يدخلني الفردوس الأعلى بغير صبيقة حساب والعثاب فاعلم أنك فإنك إن أكسرت بها وأن قلت لحضركم هذا قبل ذلك فإنك إن أكسرت بالدعاء بالطالب الفردوس الأعلى فإنك إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى لذلك أنا قلت لحضركم في أسكر الصباح والمساء عندما تقول اللهم أجلني من النار ثلاث مرات اللهم أسألني أني أسألك الجنة ثلاث مرات قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى ثلاث مرات صباحا وساءا فساءا لذلك قال العلماء السلف من أولهم الدعاء أولهم الإجابة يبقى إن الله صبح عن الله إذا أراد أن يعطيك شيئا ألهامك كثرة دعائي به إذن الله تعالى كما قال العلماء السلف إذا أراد أن يعطيك شيئا ألهامك كثرة الدعائي به لذلك وحسن الخلق من أعظم المناقب بل هي أعظم أعظمها على الإطلاق قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق في أعلى الجنة إذن حسن الخلق يصل بك ألف ردوس الأعلى بل قال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما إن الرجل لا يكون ضعيف على العبادة ضعيف على العبادة فيصل بحسن خلقه إلى مرتبة الصائم القائم أي يصلوا بحسن خلقه إلى درجة الصوام القوام ضعيف العبادة ربما يصل قليل من النوافل فقط يعني يكون مقصرا في قيام الليل أو يكون مقصرا أحيانا في الصيام بس طبعا هذا معناه أنا لا أشجعكم على ترك الصيام لأن هذا فيه مجازفة بعدم الوصول إلى الفردوس الأعلى بل قال عليك أن تترك كل الأبواب التي تصل بك الأعلى درجات الدنة بحسن خلق وكسر الصيام وكسر قيام وقيام الليل وكسر الزكر لكن نحن نقص بالأسباب حتى إذا أغلق فيه أو جينها باب أفتح باب أخر لأنك لا تعلم أي باب سيكون سببا في وصولك إلى الفردوس الأعلى ولا تعلم أي باب سيقبل ربما تفعل بعض العبادات لا تقبل لكنك إذا فتحت أبوابا كثيرة أو فعلت عبادات كثيرة ربما يقبل بعضها ويرد عليك البعض لا سبح الله بيكونه الذي يقبل سببا في الوصول وحنقول لحضركم حديثا يعني قال له يدل أن أمن الصعب جدا للوصول إلى حسن الخلق هذا الشيء ليس بهين خاصة في هذا الزمن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخصت عليه في بعض خلقه إلا غير غيره أبي عبيد المتجرح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو أردت أن أحاسب الناس أو أحاسب أصحابي على أخلاقهم لأخصت عليهم بعد التقسير في الخلق تخلب لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء الرسول بيقول لو أنا أحاسب كل أحد فيهم حلاق فيه عنده عيب عنده قصور في الخلق بتاع إلا أبو عبيد بن الجرح عليه الصلاة والسلام قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دي لله وأشدهم في دي لله عمر وأصدقهم حياة عطمان وأخضاهم علي وأفرادهم زيد أعلم بعلم الفراء زيد بن سابت وأقرأهم أبي أبي بن كعب وفي رواية من روايات وسلمان بحر وأبو هريرة وعاء أم العلم وسلمان بحر علم ولكل أم أمين وأمين هذه الأم أبو عبيد بن الجرح إذن سيدنا عبيد بن الجرح من عشر أبو بشرين من الجنة شوفوا الرسول بيقول لي فأيكد أن تظن أنك وصلت إلى قمة في الأخلاق كلنا عندنا تقسير وعندنا صغرات وعيوم في أخلاقنا إذن نحن نحتقي هذا الدعاء إذن إكثار من هذا الدعاء كلما نظرت في المرأة كلما نظرت في المرأة كل اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي إذن كما حسنت خلقي اللهم كما أحسنت خلقي أحسن فأحسن خلقي لأن فمرة ومرة 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 تتحسن أخلاقك ويكون هذا ساببا في وصولك إلى الفرندوس الأعلى فإياك إياك أنت ثم هناك منقبة أخرى حفظ حفظ الشكل هذا الوجه نعمة نعمة من رب العمي سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب إلى شديد فأنت كثرة شكرك لنعمة الله سبحانه وتعالى تحفظ هذه النعمة ربما يكون ذلك سببا في تأخر الشيخوخة وعدم ظهور التجعيد في الوجه لأنك تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الله سبحانه وتعالى صورنا فأحسن صورنا فتحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة فيكون ذلك سببا في حفظ هذه النعمة ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمدون بتجديد من الذين أكسرنا الحمد والشكر فكل ما نزلت في المنقل قل الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي أحسن فأحسن خلقي مع استحضار نية تحسين الخلق أن الله سبحانه وتعالى أنا أقول الدعاء ده يا رب حتى تتحسن أخلاقي حتى أصل بأخلاقي إلى الفردوس الأعلى أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أكثر ميوزاً وفي ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق يعني أكثر من قيام الليل والصيام إذن نكسر من هذا الدعاء حتى كما قال علماء السلف من أقلهم الدعاء أقلهم الإجابة أو من أكثر من الدعاء من الدعاء بشيء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له هذا الشيء فأكتب لكم الحديث أو كلام دوت في الوصف انسقوه مشروه ونشره عادة العمي فيه ثوام عظيم من علم علم في النوع أجر من علم يوم الخلق تشوش تبعي للجرس وإشراك في القناة ليعصلكم كل جديد وسعادونا عاش السلطة وقلوا قولي هذا استغفروا علينا